السلام عليكم ومرحبا و الف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد وصفة اليوم ان شاء الله عبارة على تحلية التيراميسو الايطالية تحلية لديدة جدا شكل من اللي ما قيعرفهاش اللي يقول تيرامي سوف يقول جبنة الماسكاربون انا لم تفرش عندي لي هذا فان شاء الله سنحضرها معكم بوحد الكريمة اقتصادية تجي لديدة جدا في المذاق والقوام ديلا كي يجي كريمي تماما بحل حضرناها بجبنة الماسكاربون و كيف ما تلاحظو معي فدو الشكل نهائي اللي كانت تحصل علي التحلية ديلي فكتجي رائعة من اروع ما يكون بمكونات اقتصادية والنتيجة راها بين لكم على الفيديو باش تعرفوا معي طريقة تحضير الوصفة وايضا مكوناتها فما عليكم غير تتبو معي خطوات الفيديو خطوة بخطوة وفرجة ممتعة فباسم اللي على بركتي لك خطوة اولية عندي كأس من الماء ما يعادي 150 ميلي ماء لكي يكون عندنا بدرجة حرارة المطبخ يعني كننخذه من الروبيني وكننخدموه بمباشرة كنضيف لديك الكسدية الماء ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الدوبان اي قهواني سكافي وكننحركو الكل جيدا حتى كدوب ناديك القهوة وهكذا كنتحصلو على هاد الخاليط كيف ما كنتلاحظو معي كنحضفو بيه جانبا دابايا كنجيب مول اللي سواتخدموه بمول مستطيل اولا مربح مول زجاجي ولا اي مولمتو مية كتفضله يكون الحجم ديالو متوسط ولا بغتو ضعفو الكمية فكتضعفو الكميات وكتخدموه في مول يكون اكبر هنا عندي بيسكويت لبودواء او لا ما يسمى ايضا اصابع الاميرا اللي كان ناخد كل حبة من البسكويت وكان غمسه جيدا في ذاك الخاليط ديال الماء اونيس كافي باش هكدا هكدا يفزق او لا يترغن جيدا كيف ما كتعرفو فهد البيسكويت كيكون شوية انا اشف من طرور هاد العملية يعني تغمسوه جيدا في الماء اونيس كافي فكنحضرو هاد البايريكس وكنحطوه على جانب ثم كندوز باش كنحضر معاكم الكريمة فالكريمة صدقوني كتجي من اروع ما يكون كتجي لديدة جدا غير جربوها وغتعرفوني علي ايش كنهضر فعندي نصف لتر من الحليب اللي من طبيعة الحال كيكون عندنا بارد يعني بدرجة حرارة لمطبخ فكيف ما كتلاحظو معياني قص هنا 500 جرام 512 فمعليش لميوم نصف لتر من الحليب كنضيف عليه ثلاث ملاعق كبيرة من سكر خشين اي سكر حبيبات وثلاث ملاعق كبيرة من نشط دورة لميزينة اللي ممكن لكم تعودوهم ايضا بالدقيق لما كاشمتوا فرندكم لميزينة وهناي كنضيف حبة كاملة من البيض ما تخافوش من البناترا ما كتدير لريحة سفورية لا تشي حاجة في الكريمة غير ضيفوها كتزيد واحد القيمة يعني واحد البنة لهذه الكريمة ديالكم كنضيف خنيشة ايضا من سكر مناسا بالفانيليا مايو عادي سبعة وانستجرام كنحرك لكل جيدا حتى ما كيبقوش عندنا اي تكتولات على نار اللي كتكون مطاوسطة كنضع القسر ولو كنبقى على بتحريك المطاوسل ما تغفلوش على نهائيا حتى كتتحصلو على كريمة كتكون ملسا وكريمية الملمس ما كيكونوا فحتى شي حبيبات او اللي كتكتلكم او اللي الملمس ما تغفلوش على كتبقوا وتتحركوا حتى كتتحصلو على كريمة على هاد شكل كتلاحظو معايا هنا اي اخذت صورة من زاوية اخرى فما تكونش بنت لكم ولكن راني ضفت ملعقة كبيرة من الزبدة فدبها هاي الزوية مقاددة ديالكاميرا ملعقة كبيرة من الزبدة ليك المقاددة نحرك فيها جيدا بشكل كتعطين لك القوام الكريمي للكريمة وما كتعقدش يا بصورة على الوقت اللي انا مازال في التاتين مراني غادي نحضر غادي نحضر مازال طبقة اخرى من البيسكويت ودك شي كامل اللي اتلاحظو معايا هنا يكن ضيف واحد لحك او لك اسم من ياغور طبيعي يعني زبادي طبيعي بدون اي نكهة كيعطينا واحد اللي ما دا قزوين حتى هو في الكريمة ديالي وكن نحرك الكل جيدا وكيف ما كتلاحظو معايا فهي الكريمة اللي كانت تحصل عليك تجي رائعة ولديدة جدا من اروع ما يكون فدباك نحاول نقسم هديك الكمية اللي عندي من الكريمة على زوج يعني دباك هدا طبقة الاولى ديال البيسكويت كنضيف طبقات تانية ديال الكريمة كيف ما كتلاحظو معايا على هاتي الشكل صابي كنحاول نوزعها على واحد الشكل اللي كيكون متساوي ثم كنضيف الطبقة الثالثة من البودواغ اللي من طبيعة الحال لاني كنغمسهم جيدا كتغمسوهم مزيان في فدقة الخليطة ديال القهوة ثم كتتقطروهم شوية عد باش كتوضعوهم فوق الكريمة ديالكم كتبقى مستمرين على هاتي الشكل الى بانت لكم مثلا لبانت لكم شي قانت او لدوكم الجوانب يعني ما كفاتهم مش واحد الحبة من البسكويت فكتقسموها بسكين وكتبت رمم موذك شي حتى كتغطو ديال الطبقة ديال الكريمة ما كتبقى شبان نهائيا عدا بيش كتضيفو الطبقة الاخيرة من الكريمة وكيف ما كتلاحظو معايا فالكريمة هي ركت تهدر العراسة انتم ما كتشوفوا القوام ديال كيف كيجي فكيجي كريمي رائع كنحاول تاني نسطح الوجهة تاع الكريمة كنسوي بشكل واحد طبقة كتكون مستوية ثم كنصبر على هاتيك التحلية ديالي حتى كتتاخد لي درجة حرارة المطبخ لان الكريمة كتكون مازالة بقى سخونة عدا بيش كندخلات اللاجة تبرد جيدا وتتماسك فان بعد ما بردت وتتماسكت بغدين ندوزل مرحلة التزيين فهناي كنناخدت جوج ما عارتش نسميهم فرشيطات ولا لم يمرا كمرا اسميتهم بينا صراحة ما عارتش اسميه ما اعطر لي من بالي وكل شي صافي كان خالفهم اما كتعملوا سيكين اما كتعملوا بحلالة اللعيبات اما معلقات لم يمتوا ما شكي اللي بغيتو ومن بعد كتبدو كتدردروا علي بشوكولات طبودرة انا اخدمت غير بكوبيل اذا كانت عندكم شوكولاتة سودة فتا هي كتخدموا بها صافي المهم هير باش نديروا هذا الشكل بسيط من تزيين زي عمرها تيراميسو اقتصادية الفكرة راهية فكرة ايطالية ولكن حلالة المهم انا كنحاول هكذا مثلا كنشو شي افكار ولا شي حدو ما يكونوا عندي هذه المواد باش نحضرها نحضرها غير بالموجود من الفكرة راهية كتبقى الفكرة اصلية ايطالية وذلك الاجتهاد كيبقى اجتهاد ديالنا فماش ضروري يكون عندنا يعني الماسكاربون او لا فكرة البودرة الكاكاو والمور باش نخدموه اذا ما كانش من منزينوها شحنية اللي عدنا راحنا نقضيو به والمهم هو اننا في الاخر كتخرجنا واحد الحاجة كتكون الديدة في الماداق والمهم وكتنقدموه بصحة ورحل عائلتنا كتجي صراحة من اروع ما يكون غير جربوها ان شاء الله انا متأكده غدي تعجبكم وهنا يارا ستبقى مع الصور الى بقيت تشوفوا الوصفات اللي سبق لي وحضرت معكم فهد الشهر الفضيل فهو وصفات تحليات ايضا مملحات كانت من ان شاء الله تجربوهم وانالوا اعجابكم وشكر موصول لكل اخوات اللي كي سندوني وكيدعموني وكيدخلوني وكيدخلوني تعالي قليل كتفرحني فكنقول لكم جزاكم الله كل الخير شكرا ايضا الاخوات اللي كي تطبقوا الوصفات وايضا كيتشاركم معي عبر صفحة الى الانستغرام فشكرا لكم جزيلا كنقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله لحلقة قادمة ان شاء الله قبل ما نسلل الفيديو الى عندكم اي اقتراحات لأي وصفات تبغطوني حضرة معكم ان شاء الله فدل ايام متبقية من الشهر الفضيل فمعليكم هيرتخلوا لي اقتراحتكم اسفل الفيديو في خانة تعاليق فبسلام عليكم وفي امان الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة